السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخواتي ومرحبا بكم معي في مطبخ الشيف حليمة ومرحبا بكم معي في وصفة جديدة ان شاء الله اليوم غدي نقدم لكم الصينية بالدجاج والبطاطي السابو حتى تبيلا اللي كتجي اكثر من رائعة كتجي لديدة لديدة بزاف وسهل ماهل سهل ماهل في تحضير ديالو مكونات لبسيطة ان شاء الله غدي تكون هي المعتمدة عندكم دائما لان صراحة كتستحق التجربة وكتجي لديدة وغدي نقدم لكم واحد الكيك لي بلا فران غير بالبخار لي بالسبانيخ لي كيجي اكثر من رائع او لزبيناء يعني ان شاء الله غدي يعجبكم وينال رضا ديالكم وكن عارفو بلا السبانيخ صحي بزاف ومن او دائما من الكتافيوش به غير في الطبخ ديالنا يعني يندخلوه في الحلويات في الكيك ديالنا غدي يعجب الوليدة ديالكم العائلة ديالكم كنتمنى ان شاء الله الفيديو يعجبكم وينال رضا ديالكم بقوا معي حتى الاخر الفيديو فورجة ممتعة بالنسبة الليل تتبيلة كنحتاجو هنا يا عندي ليل ملح من طبيعة الحال دائما كتبقى المكونات على حسب الاسرة ديالكم كنحتاجو الكمون كنحتاجو الهيل القصبر اليابس الفلفل الاحمر وكنحتاج هذا الفلفل الاسود وكنحتاجو البناتين عندكم معجول الفلفل انا ما متوفوش عندي ركيجي رائع بزاف هناي عندي التوم ربعة الفصوص من التوم عندي هناي واحد نصف حامضة معصرة عندي ملعقة كبيرة من هذا الطماطم مركزة وملعقة صغيرة من الهريسة وكيما كتشوفو قطع ديال التاجاج يعني كيبقى دائما على حسب الاسرة ديالكم هناي في واحد البول غادي نضيف العناصر توابيل كاملة هناي ضفت القصبور غير جربوها البنات ركيجي لديد لديد بها التتبيلة وتقدروها التتبيلة كتعملوها في الدجاج وتقدرو احتكت هككت شويوه وكنعمل الكامون وهذا وعملت الهيل مطحون وغادي نعمل هناي البابريكا يعني التحميرا او الفلفل الاحمر وهناي عندي الفلفل الاسود او الابزار من بعد غادي نضيف معلقة ديال الطماطم المركزة وعندي هناي الهريسة يعني كتبقى خسياري او تعملو لهذا السلسة ديال الهريسة وهناي عندي ربعة الفصوص ديال التومة اللي كيكونوا كبار وكنحتاج هناي الملح كيبقى على حسب الضوء من بعد غادي نضيف هذا القليل من الماء كندمج هاد تتبيلة مزيان جيدا على هالطريقة ما كنعملوش الزيت حيث الزيت ما كيخليني ما كيخليش دائما دوك التوابل كي يعني كيدخلوني هادا في الحمدية الدجاج هناي نقصت واحد شوية بالنسبة للبطاطس صفي كنزيد كننضيف واحد القليل من الماء صفي هناي كنشرمل هادا القطع ديال الدجاج دائما الحاجة اللي كنرقدوها قد ما خليتوها وقت طويل او كتخلي والي لها كاملة صار حركة جلدي ده بزاف انا تقريبا خليتها غير انا كيف فقط في الصباح قدرتها خليتها معاديك ثمانية خليتها حتلتك مثلا العشرة ونص باش كيتشرب ليهم زيان هادا الدجاج صفي هنا قبط واحد الصينية ضفت عليها الورق الغذائي صفي وكنننزل عليها هادا القطع ديال الدجاج من بعد غادي نقبط واحد السكين وغادي نعمل واحد توقوب باش كيدخل لي هادا تبيلو كيتنسم الدجاج حتمل داخل ونفس الوقت كيجينا هاد دجاج كيجينا طري صفي كنضيف هادا السلسة من الفوق المتبقية صفي من بعد غادي نضيف العصر ديال الليمون كمرحلة اخيرة وغادي نكاللفف هادا الدجاج من الفوق عفوان غادي نضيف هادا زيت الزيتون صفي كنغطيه بالورق الغذائي من الفوق ببابي اليوم صفي كندخلو لتلاجة عفوان مشي تلاجة كنعتادر الفرن درجة الحرارة كتكون مئتين كنخليو هادا الدجاج حتى كي طيب ان شاء الله غادي نكملو تاتيمة الوصفة هناي بالنسبة البطاطس قطعتها لها تشكل هادا دوائر غادي نشد نفس البول اللي عملت فيها تتبيلة ديال الدجاج صفي كنضيف هادا السلسة كان علينا الليبنات من اللي نقصت السلسة يعني ما نضيفش الماء حتى نقص هادا السلسة عاد نضيف المحيط هادا البطاطس غادي نقليها صفي معليش انا غادي نشرملها مزيان وغادي نخليها حتى كتتتشرب نخليها حتى تتلبها مزيان من بعد غادي نحطها فو حتى المسفات باش كتزولي يادا كل فائد ديال الماء كتجي لدي ده هاد البطاطس كتقدرو غير كتعملوها غير بحان ما كملي كي طيب دجاجة ديك تقريبا نصف طيبة كتعملوها من فوق وكترجعوا حتى كالطيب انا ما كندير صراحة هاد هاد طريقة بززاف غير بغيت هدي الطريقة الصحيحة ديالها بغيت بغيت نجرب معاكم انا البنات رامت فادي القليان انا عندي فريتوس ديال القليان واخدها ديال البوخار دائما هي اللي كنا نقلي فيها لوليدات البطاطا هنا يعملت هاد كما كتشوفو الزيت في مقلات اللي تكون ساخنة صافي وغادي نقلي هاد البطاطس بغا نقلي هاش بزاف غير نسقليها كما كيبال لكم وصافي زولتها ضروري كتنشوفوها من نفاق الزيت وغادي نوضعها كما كتشوفو فوق هاد الدجاج على هاد الشكل هادا وكنت زولت المعرق واحد القليل من المعرق كما كتشوفو غادي نسقف بيها هاد البطاطس من الفوق وصافي كان رجعه احتى كتنبالي وكنعرف هديك البطاطس بلت شربات تتبيله وكنقدموا على هاد الشكل هادا غير جربوها البنات ركي يجينا لديد 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 والله العادي من البنات ما غادي شبعوش منو بنتي غير جات والله العادي موال فكتاكل غير شوي يكلت بزاف حيث قدتك ماما رجعني لديد غير جربوها البنات وان شاء الله غادي اعجبكم وانا الرضا ديالكم وهناي بالنسبة الكيك بالنسبة لهذا المكونات ديال كيك أنا البنات عبرت لكم بالكوب ديال العنبا عندي هنا يا حبة من البيض وعندي كوبان من الدقيق كوب من هذا السكر ديال العنبا وعندي كوب من هذا الحليب ونصف كوب من زيت نباتية وهناي البنات عندي سبعة ديال او 12 ريقة ديال السباني خلي غليتهم في حد الماء تقريبا خليتهم خمسة دقائق صفيتهم ودرتهم في الماء بارد ومن بعد سافي كما كتشوفوا غادي نطحنهم جيدا عندي ملعقة صغيرة من الفانيليا وملعقة من الخميرة الكيموية هناك كان اعتادر البنات للكاميرا تفاتلية وانا كان صحابي رانا رها كتفين ملية ولا تقديرها لي الصراحة ما كردش بالي غير الليلة سمحوا لي ان شاء الله يبغيتوني نعود لكم رساهل يعني كان نضيف البيض كان نضيف السكر ديك حبة البيض واحدة وضفت السكر دمجتهم مزيان من بعد ضفت الزيت مع التطراب وضفت الحالي دائما مع الخلط ومن بعد ضفت معي القادية الفانيليا وضفت السباني خلي هكذا مليت حتى كما شفته صافي من بعد كان نزول دك الطراب وكان نضيف الدقيق مع الخميرة الكيموية وكان خلطهم غير بالطراب اليدوي غير سمحوا لي والله لا عرفتي من اللي ملقيش هذا المقطع هذا والله اللي اللي بنات طلع ليدهم بزاف بغيتوني نعود لكم ما شي مشكل هناك عندكم فناجل او كؤوس اللي عندكم توفرين في البيت ديالكم اما الدهنهم بالزيت النباتية او كتاد دهنهم بالزبدة وصافي كان نضيف مقدار واحد الكوب ديال ديال الخالط يعني طريقه سهلة كما ذكرت لكم يعني غير البيض مع السكر كتطربوه وكتضيفو الحليب الزيت اوه مع الخفق معي قات الفانيليا وصافي من بعد السبانيخ ومن بعد صافي كتضيفو الدقيق وكتبقى وتخلطوه بالتدريج يعني طريقه سهلة صافي هنا كما كيبار لكم من بعد ما كان نضيف الخالط في هاد الكؤوس هادو صافي هنا يا ضفت واحد طنجرة كيما كتشوفو ضفت عليها هاد هاد الكؤوس هاد الكؤوس عفوا وكنضيف الماء مكنلحقش قاع النصف ديالهم وكنغطي الطنجرة بوحد تسربيتها الماء من الاول البنات ليكون غليان وعد غادي نضيف هاد الغطاية ديال الطنجرة صافي كنخلي البنات من 30 دقيقه تل 35 دقيقه على نهار نار عفوا اللي كتكون مهيلة وهدا هو الشكل نهائي من بعد ما طاب زولت ذك الفانيجير خليتو محتبردو تماما وصافي بالنسبة الكريمة كتقدرو كتزينو باي حاجة عندكم توفرة في الدار خطوة دير الشوكولات كريمة يعني تخفقوها وتعملوها على هات الشكل هادا وصافي زينتها بدك الوريقة ديال السبانيج راكت جينا رائعة كتجينا شيشة بزاف وخفيفة خفيفة خفيفة غير جربوها وكتجينا لدي دول اهم من ذلك راكت جينا صحية بنسبة الوليدة ديالنا وتقدمو لها الضيف ديالكم سهلة مهلة ما كتاخدش لكم الوقت كتير كانت منها ان شاء الله الفيديو يعجبكم وينا الرضا ديالكم وكانت منها البنات ما تسجعوني بزاف 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 البنات بالتعليق ديالكم باللايكات ديالكم وبرتاجيوا الوصفات مع الاصدقاء والاحباب باش تعمل فائدة على الجامع ودائما هذا فعلوا الجرس اسفل الفيديو باش توصلوا جديد الوصفات ديالي وكان شكركم الاخوات كلكم كل واحدة صراحة بالاسم ديالها وكلمة شكر قليلة قليلة في الحق ديالكم بدك الكلام الطيب لك تخليوا لي اياه ودعم ديالكم وصراحة بغيتو توصلوني الى المائة الف مشترك هلا يخطيكم را صراحة بلا بكم را الانسان بلا بكم را ما نوصلوش كنتمنى دائما نكون خفيفة على القلب ديالكم ونتمنى نكون كنا نلحق لكم شي حاجة اللي كتكون جديدة وسهلة مهلة وبسلام عليكم الى فيديو قادم